طب أنا هقولك حاجة تانية المواضيع بتفتح بعضها قوامل أساسي المنتخب مصر كابتال حمالة دلوقتي القوامل أساسي معظمهم كاسر التلاتين هم نتكلم فاربع سين كاس عالم محمد صلح كاسر التلاتين من أول محمد الشناوي أحمد حجازي النني حتى تسجي أربل التلاتين بالضبط كده فأنت برضو لما تبص على الأسماء اللي أنا قلتها داية ما هل بعديهم لا ما يشروش من المنتخب النظرة المبدئية يعني نعمل إيه نعمل إيه عشان يبقى في الأربع سنين دول عندنا جيل محترم وجيل كبير يسلم يستلم الراية من الجيل اللي قبل لا بص لا يعني فيه جيل كويس موجود لازم ندي شجاعة وثقة للجيل الموجود بجانب الخبرة أعطرش أشياء الخبرة كلها واعتمد على الشباب اللي هو بدون خبرة منتخب مصر ما بيخدش بطولة بيخد بطولة بيخد على الكاس على بطولة الكاس الأمم لا إحنا عايزينه أخدر كاس الأمم يعاوز يروح كاس العالم مفيش بقى أم داري بيجي تحكي علي يقولي أنا بقى عمل مشروع لا منتخب مصر مش مشروع الأهل والزاملك مش مشروع كلام دا تقوله في حتة تاني يعني بيقولك أنا هعمل مشروع لمستقبل لا أنت بتعمل تنظيم وخطة عشان أصعد كاس العالم الفضل الجاي يعني قدام أربع سنين عندي البنية التحتية عندي اللعيبة عندي عندي كل حاجة بس أنا لازم أوفر له الجزء الإداري بشكل كويس لأنا عامل دوري منتظم دوري جيد يفرز دعيبة كويسة مش لعب لك اللعيبة كل ثلاثة أيام ودخل اللعيبة في إجهاد وإصابات وقولك ما هول هما دولة اللي عندي لأ احنا دمرنا دمرنا لعبة منتخب مصر استنى اللي فقتت اتدمرو يعني فيه لعيب خض نصلا فوق السبعين مباراة في الموسم بيلعب بطولة أفريقيا مع ندي ودوري وكاس وكاس مصر ومنتخب لا وديه في اليوم كمان كاس عامل أندي بالنسبة للأهل بالضبط هو لعيب في النادي للأهل يعني السلاء ممكن أكتر من الناس اللي أخدوا ما تسطل سنة الفات شهر ليه يعني ليه وكده ممكن أخب بس لازم عندي فترات راحة متبعدة عندي ممكن أعمل ألغط الدوري في شهر في كل ثلاثة أيام لكن لازم بعد كده أرجع انتظم تاني لكن مش طول الوقت بتلعبني يومين وعب التالت ثلاثة وعب الرابع كتير يعني ما ينفعش شهر فلازم أعمل انتظام للدوري بشكل كويس جدا شكرا